ستة وثلاثون عاما مرت على انتهاء الحرب الايرانية العراقية التي اندلعت في الرابع من ايلول عام الف وتسعمائة وثمانين بقصف ايران المخافرة والحقول النفطية العراقية وغلق مضيق هرمز في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في شط العرب والتنصل عن الوفاء بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقع عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين بين البلدين اتجهت العلاقات بين العراق والنظام الجديد في ايران نحو مزيد من التأزيم والتشنج منذ بداية وصول الخميني الى سدة الحكم عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وحديث اركان النظام الجديد عن تصدير الثورة الايرانية الى دول المنطقة ومنها العراق وان طريق تحرير القدس يمر بكربلا اولا وهو ما اثار مخاوف دول المنطقة من التوجهات والنوايا الايرانية رفضت ايران كل المبادرات العربية والاسلامية والقرارات الدولية القاضية بوقف اطلاق النار والجنوح الى السلم وتأسيس علاقة حسن جوار جديدة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل اصر الخميني على موصلة هذه الحرب الى ان اقتنع باستحالة تحقيق اهدافه الرامية الى تأسيس نظام موال الله في العراق بسبب الصمود العراقي والانكسارات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها القوات الايرانية في جبهات القتال اضطرت ايران متجرعة كأس السم وفق تعبير الخميني نفسه للقبول بالقرار الدولي بوقف اطلاق النار المرقم خمسمائة وثمانية وتسعين في الثامن من اب عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين منهيا الاحلام الايرانية بالتوسع والنفوذ في العراق وغيره لكن الغزو الامريكي للعراق عام الفين وثلاثة انعش هذه الاحلام من جديد ومنح ايران الفرصة الذهبية للانتقام من العراق وشعبه عبر ادواتها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي عاثت في العراق قتلا وخطفا وترويعا بعد ان فشلت محاولاتها الاولى عقب الهجوم الذي شنته امريكا وحلفاؤها عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين واليوم تسعى ايران لتنفيذ حلومها القديم عبر ادواتها من احزاب فرضت سيطرتها على العراق برعاية امريكية في تناغم مفضوح بين من يفترض انهما عدوان لدودان اتفقا على ادارة صراع النفوذ بينهما بتخريب ممنهج يدفع العراقيون ثمنه كل يوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة